وفي صفحات الحقوق المتأخرة قضت محكمة في ميونخ باستجن 14 سنة لامرأة ألمانية ودينت بقتل طفلة إيزيدية في الخامسة من عمرها بعد انضمامها إلى تنظيم داعش في العراق وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية وقالت صحيفة جينيفور فينش كانت تعمل ضمن صفوف ما يدعى شرطة الأخلاق التابعة للتنظيم الإرهابي مضيفة أنها وزوجها المحكوم بالمؤبد قد اشتريها الطفلة الإيزيدية ووالدتها كعبيد للعمل في المنزل وأن الطفلة توفيت نتيجة لسوء المعاملة والعطش وهي مقيدة بالسلاسل تحت أشعة الشمس ويذكر أن فينش قد استانفت الحكم ولكن تم رفضه حيث أدينت بالتهم الموجهة لها ومن بينها تهديد والدة الطفلة بالمسدس لمنعها من البكاء اشتركوا في القناة